موزيع مشهور بس مش دارس اعلام ولا حاجة استضاف مشاهير العالم وما دفعش ولا جنيه لحد فيهم عنده صالون حلاءة وبيكسب من الاعلانات والده ووالدته انفصلوا عن بعض وهو تجوز في سن صغير وطلق مراته بعد التسع سنين جواز وعنده ولدين يترى حكاية الموزيع الاماراتي اناس بخاش وازاي بيبكي ضيوفه كل دو اكتر هتعرفوه لما تكمل معانا الفيديو ده خليك معانا للنهاية مدرسش اعلام بس موزيع شاطر اوي وعنده قدرة على الحكي رهيبة بيخلي الضيف قاعد قدامه يحكي وفجأة يتأثر ويفتكر مواقف عشها ويغرق في جميعه نقدر نقول عليه كمان انه من اشهر الاعلاميين في الوطن العربي وبالرغم من قدرته رهيبة على الحكي في البرنامج لكنه ما كانش مستمع جيد لمراته وطلقها بعد تسع سنين جواز وهم معاهم مولدين بس هو قال ان السبب انفصاله عن مراته انه تجوز في سن صغير يدوب كان عنده واحد وعشرين سنة لسه ما كانش بقى سامع محترف زي دلوقتي وان دي مهارة اكتسبها من الحياة مع مرور الوقت الناس معروف بالمزيع اللي بيبكي ضيوفه على الحكي مع الضيوف بيخليه قادر يدخل في اعمقهم كأنه دكتور نفسي بالزبط مع انه لهو دكتور ولا دارس حتى علم نفس بس كل ضيف بيستضيفه بيخرج من عنده مرتاح كأنه فضفض مع نفسه وقال كل اللجواء بالرغم من انه ما دفعش لحد من ضيوفه ولا جنيه بس البرنامج بتاعه استضاف مشاهير كتير قوي زي كريستيانو رونالدو وهند صبري مونة شازلي دينا الشربيني وأنغام دينا الشربيني وأنغام وغيرهم عمل لحد دلوقتي من البرنامج بتاعه حوالي 200 حلقة وقال انه ما بيكسبش من المشاهدات بس بيكسب من الاعلانات عنده شراكة مع ملكة السعاد كاتير ودايما بيكون لابس من السعاد بتاعتهم وهو بيصور الحلقات علاقة أنس بولدته قوية أوي هو خبير في التنمية البشرية وهي مش مخلصة جمعة لكنها واخدة دكتوراه في الحياة زي ما أنس دايما بيقول عليها وولده شغال في مجال الهندسة المعمارية وولدة أنس اتجوزت من وهي عندها 17 سنة وخلفت أنس اللي هو أكبر واحد فعيلها وهي عندها 18 سنة تقدر تقول كده أنهم الاتنين بيربوا بعض وكانوا عاشين في نيويورك سبب شغل والده واستثمرت في تعليمه وديت له الاستقلالية والثقة في نفسه واللي خلى العلاقة بينهم بقت قوية جدا بس والده ووالدته انفصلوا عن بعض لما أنس كان عمره 19 سنة وكان ليه أخين هما معاز وحارس والده ووالدته كل واحد فيه متجوز تاني ووالده خلف خالد وعثمان وغالية ووالدته خلفت حسن والبن الطفل اسمه طارق وبكده بقى أنس عنده 8 إخوات بس خلينا نقول أن أنس متأثرش نفسيا ولا حاجة لما والده ووالدته انفصلوا لأنه وقتها ما كانش صغير كان عنده 19 سنة كان وقتها بيدرس في بوستن وخد في الهندسة الميكانيكية سنة 2003 وغير البرنامج أنه مزيعه عنده أكتر من مشروع بس أكتر مشروع بيكسب منه هو صالون الحلقة بتاعه وطول عمره عنده فضول الحياة وشغف للإنسان بدأ حياته المهنية في مجالات كتيرة زي التصوير والتسوير وتولى منصب مدير الجدول المالية لمجموعة دبي للعقارات وهو الشريك المؤسس لنادي أهداف رياضي ومنه بقى هو عضو مجلس إدارة دبي الرياضي وبالرغم من كل ذا لكنه أي مكان بيدخلوا ما كانش بيحس بالشغف تجاهه فبيصيبوا لحد ما قرر في 2014 أنه يؤسس شركة مع أخواته وعملوا شركة وسموها بخشن أخوان وكانت في البداية شركة على ورق ومقرها كانت فيلا العايشين فيها اعتمدوا في البداية على علاقتهم في مجالات مختلفة زي العيبة الكورة والمؤثرين والمشاهير واحدة واحدة بدأ يجي لهم شغل كتير وتنظيم مهم اللي ساعدوهم في ده إن أنس الإنجليزي بتاعه قوي والعربي قوي وبسرعة تعرفوه في الصورة بس طبعا أنس ما تشهرش الشهرة دي غير لما عمل البرنامج بتاعه في 2018 على اليوتيوب واللي اتسر الدنيا وحقق نجاح كبير بسبب وعا علشان بيدخل للضيوف من ناحية إنسانية وده اللي خلى في حتة تانية وسط البرامج والمزيعين ببساطة أنس من الأشخاص اللي بتمتلك هيبة الاستماع وشايف إن الشخص ما يكنش بيمتلك في حياته أكتر من صديق بيسمعه يترى إرأيك في المزيع الإماراتي أنس شاركوني برأيكم في الكومنت